تتجمع النسوة في شهر رمضان المبارك بجمعية المحبة الخيرية لتجهيز إفطار للصائمين يصل أحياناً إلى 800 وجبة ثم تغليفها وتوزيعها على العمالة الوفدة وبعض العائلات المحتاجة طبعاً نحن بدأنا من ثلث يوم رمضان حابنا نحن نديروا إفطار الصائم طبعاً جميع الناس المتطوعين الأعضاء نحب نقدم لهم أحلى تحية وعلى مجهوداتهم الجبرة الحق اللي قاموا بها من ثلث يوم رمضان ما فيش نوم الساعة تسعة الصباح لعند أدان المغرب وحنا نكملوا الطبخ متاعنا ونكيسوا ونوتوا وحقيقة إن كانت الأيامات كلها كانت مرت يعني ما حسناش بها ما حسناش بتعب فيها لا تبعد الحرب كثيراً عن هنا والأصوات المتقطعة للقذائف باتت مألوفة للمتطوعات ولم تمنعهم من إكمال مسيرة خير بدأوها مع الأيتام لرعايتهم ووصلوها بإطعام الصائمين المحتاجين في لجول عياد فوقت المدرسة سالة المدرسية عنا سالة رمضان عنا العيد الكبيرة العيد الأضحى كل حاجة لكل مناسبة عيد الطفل ندوره في عيد الطفل وهذا يعني هي شغل حلو هو شغل مع الناس هذا حلو للناس بساطة قبل هنا نجون دولهم في عيدية نجيبوهم ودولهم في عيدية ودولهم في مهرج وحفلة لكن السنة هذه لا كل شيء يوقف حتى عيد الطفل وقفنا أعضاء الجمعية والقائمين عليها وجيران مقرها يجتمعون هنا يومياً لطبخ وتجهيز ما يلزم لإفطار كل من احتاج لإعاناتهم دون أن يوقفهم تعب ولا نصب ليس ببعيد عن خط الدفاع الجنوبي للعاصمة هنا يرسم خط آخر بأياد نساء الليبيات بهدف إطعام صائم وإعانة يتيم في الوقت الذي غابت فيه هذه القيم بسبب الحرب والوباء بشكل أو بآخر خديشة محمد ليبيا الأحرار ترابلس